هالمرة رح نتعرف على كائن غير قادر على التكاثر بشكل مستقل لحاله لازم يكون داخل خلايا الكائنات الحية الأخرى بس هذا الموضوع مو بكيفه لأنه هو أصلاً ما بيحتوي على البروتينات والأنزيمات اللازمة لمضاعفة المادة الوراثية عشان يكون قادر على عملية التكاثر أكيد عرفتوا عن مين عم بحكي عم بحكي عن الفيروس الفيروسات معرفتنا فيها حديثة نوعاً ما طيب ش رأيكم بلش نحكي عن تاريخ اكتشافنا للفيروس تعالوا نرجع على سنة 1892 عند العالم إيفانو بيسكي اللي درس مرض تبرقش التابو وهو مرض بيأدين ظهور بقع على أوراق التابو بعدها ننتقل لسنة 1898 عند العالم بايرينك اللي كمل هاي الدراسات واكتشف ان اللي بيسبب هذا المرض هي جسيمات معدية حجمها صغير أصغر من حجم البكتيريا وسماها الفيروس تعال ننتقل هلأ لسنة 1935 عند العالم ستانلي اللي كان قادر على بلورة هاي الجسيمات وسمينا الفيروس هاد فيروس في سيفساء التبغ TMV ومع تطور العلوم وتوالي السنوات سرنا قادرين نشوف هذا الفيروس وغيره من الفيروسات باستخدام المجهر الإلكتروني بما إنه تعرفنا عن لمحة تاريخية بعلم الفيروس تعال ننتقل هلأ عن الخصائص العامة للفيروسات حكينا إنه الفيروس ما بيكون قادر على التكاثر بشكل مستقل لحاله لأنه ما بيحتويه له على الأنزيمات وللبروتينات اللازمة لهاي العملية وتركيب الفيروس جدا بسيط فهو مكون من غلاف بروتيني اسمه المحفظة بيحتوي في داخله على المادة الوراثية وفي حالات ممكن تكون المحفظة محاطة بغلاف غشائي من وين إجا هذا الغلاف الغشائي؟ إجا لما الفيروس كان بده يخرج من الخلية فبتترك غلاف حول المحفظة الخاصة فيه فبتكون عنا الغلاف الغشائي والفيروسات في لها أشكال متعددة ففي عنا فيروسات أكلس بكتيريا فيروسات متعددة للسطوح فيروسات كروية وفيروسات إسطوانية كمان الفيروسات عديدة جدا فإحنا ممكن نقسمها حسب المادة الوراثية ففي عنا فيروسات المادة الوراثية بتكون رايبوس منقوص الأكسجين DNA بنسميها فيروسات DNA وفي عنا فيروسات المادة الوراثية بتكون رايبوس RNA بنسميها فيروسات الRNA وكمان ممكن نقسم هاي الفيروسات حسب أشكالها ففي عنا فيروسات الـ DNA بتنقسم لحلقي وخطي والحلقي والخطي كمان بينقسموا لفردي ومزدواج وفردي ومزدواج كمان فيروسات الRNA ممكن نقسمها كمان ففي عنا برضو حلقي وخطي لكن الفيروسات الRNA الحلقي بس بتكون موجودة على شكل فردي أما الخطي في عنا فردي ومزدواج هيك بنكون نتعرفنا على تاريخ الفيروسات والخصائص العامة للفيروسات ومشوف كل مرة زواج